اخبار الوحيدة زوالا مباشرة على الأولى أهلا بكم ونبدأ هذه النشرة بأبرد العنوة اليوم تحل ذكرى ميلادي صاحبة السمو الملكية الأميرة هلالا مريم انخراط موصول لسمو الأميرة الجليلة في دعم المبادرات الاجتماعية وإسهامات رائدة في الدفاع عن قضايا المرأة وقضايا الطفولة في الدخول السياسي الجديد رهانات عديدة مطروحة على طاولة العمل الحكومي أبرزها مواجهة تأثيرات الدرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تأزيز استدامة المالية العمومية إنجاز رياضي مغربي آخر في بطولة العالم لألعاب القوى في بيوداباست البطلة المغربية فاطم زهراء الكرددي تفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة الماراتون سيدات لتهدي المغرب ثانية ميدالية في هذه البطولة بعد ذهبية البطل العالمي سوفيان البقالي أهلا بكم من جديد تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بدكر ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنخراط الموصول لسمو الأميرة الجليلة في المبادرات والأعمال ذات الطبع الاجتماعي لا سيما قضايا الدفاع عن حقوق المرأة وحماية الطفولة والعمل على ضمان رفاهيتها إيمانا من سموها بأن الأطفال يجسدون أمل ومستقبل الأمة خديشة شمالي ذكر ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم مناسبة سنوية يبرز خلالها الإنخراط الموصول لسموها في دعم عديد مبادرات اجتماعية تدخل في صلب شغالات المواطن المغربي وانتظاراته قضايا جوهرية توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رعاية خاصة ومواكبة مستمرة حرصا على دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة خاصة النساء والأطفال فلطالما شكل النهوض بوضعية المرأة شغالا مستمرا لدى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب حيث واكبت سموها المكتسبات التاريخية التي حققتها المرأة المغربية بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حضور بارز يشكل دعما حقيقيا للنساء ومصدر فخر لهم الطفولة المغربية أساس المستقبل وإشراقة غده تظل بدورها قضية بارزة ضمن أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم عبر الحرص على تحسين ظروف عيش هذه الفئة وحمايتها وتمكينها من حقوقها دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أو مؤسسة الحسن الثاني للمغارب المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكد الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة داخل الوطن وخارجه تألق وحركية متميزة أبانت عنها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم شكلت محط إشادة وتقدير العديد من الجهات العالمية حيث مونحت سموها جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة من طرف اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام وفي يوليو سنة 2001 عينت سموها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو ومثلت المغرب في العديد من المحافل الدولية ذات البعد الاجتماعي والإنساني كما أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله موافقته على تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات حضور بارز وحرص موصول على دعم قضايا ومبادرات محورية داخل المغرب وخارجه والتزام رصح بتمثيل المملكة بكل ما تحمله من قيم وتاريخ وعرقة بكل آمالها وتطلعاتها وتحولاتها الكبرى إسهاما من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم في بناء أسس مجتمع حداثي ديمقراطي يسير قدما في مسار البناء والتنمية دخول سياسي جديد بملفات وأوراش كبرى أمام الحكومة 2024 السنة العمل على توطيد تدابير مواجهة تأثيرات الضرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز استدامة المالية العمومية تقرير فرح سعب دخول سياسي مكثف ينتظر الحكومة تحدد ملامحه وطنيا التقلبات المناخية وما ترتب عنها من جفاف وإجهاد مائي ودوليا وقع الظرفية الاقتصادية العالمية الموسومة بالتضخم والتوثرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني إسوة بغيره واستعداد لهذا الدخول رسمت الحكومة خريطة طريق تضع ضمن أولوياتها التحديات المرتبطة بتأثير الظرفية والملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة تنتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى منها على سبيل ذكر تعزيز السيادة المائية والغدائية وجدبي الاستطمارات لخلق فرص الشغل وتفعيل عرض المغرب في مجال إدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأصار الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية هذه التحديات التي تسم الدخول السياسي تسعى الحكومة إلى تذليلها استنادا إلى تعزيز استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في المديونية من أجل ضمان تنفيذ كافة الأوراش والإصلاحات الكبرى هو دخول سياسي مكثف بالتفاعلات والأولويات وبتأكد الحكومة على إدراك تام بهذه المعطيات وستعمل على تعبئات الموارد المالية من أجل ضمان بطبيعة الحال تنزيل هذه المشاريع في وقتها المطلوب في الأجدى الزمنية وبالنجاعة المطلوبة وأيضا تحقيق الاستدامة المالية السنة المقبلة هي بداية المرور إلى النمط ونظام جديد للدعم المباشر للأسر المعوزة والطبقات الهشة وبالتالي الحكومة مدعوة لأن تتحرك على هذا المستوى مستوى آخر هو مستوى استكمال الأوراش الكبرى وارش حمالة الاجتماعية وارش إصلاح منظمة التعليم وارش إصلاح منظمة الصحة وبالتالي كلها تستدعي تعبئة كاملة من مختلف مكونة الحكومة لإنجاح هذه الأوراش نجاح الدخول السياسي المقبل يبقى رهينا حسب رئيس الحكومة بمضاعفة جهود كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية والرفع من وطيرة العمل والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة ونواصل تسليط الدوء على أهم رهانات الدخول السياسي والاجتماعي الحالي وينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الدكتور ردوان زهرو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي مرحبا بكم دكتور إذن الحكومة تنتظرها خلال هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى منها على سبيل الدكر تأزيز السيادة المائية والسيادة الغدائية برأيكم ما هي الأهمية التي يكتسها هدان الورشان وكيف يمكن تجاوز مختلف الإكرهات والتحديات التي تواجه تنزيلهما نعم هما ورشان هيكليين كبيرين أيضا مستمران ومتواصلان في الزمن فطبعا إلى جانبي تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وأيضا الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى يأتي أيضا تعزيز السيادة الغدائية والسيادة المائية في مقدمة كل الأوراش أولا من خلال تدبير الأمثل للندرة المائية وإشكالية الإجهاد المائي ثم كذلك بمواصلة تنزيل أو تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى وبرمجة مشاريع أخرى خاصة ما يتعلق بالمشاريع تحلية مياه البحر ثم كذلك هذان الورشان كبيران هما في حقيقة أكبر من ورشين تنمويين هما ورشان مصيريين وجوديين لأنهم يتعلقان بواحد المادة وهي حفوان حيوية وهي الماء والغداء طبعا لا بد من أن تكون هناك واحد تتمين للمنتوج المحلي لا بد أيضا من استغلال أمثل للموارد المائية عن طريق إدخال التكنولوجيا الحاديثة والرقمانة في جميع سلاسل الإنتاج من استغلال الماء إلى الزراعة ثم أيضا لا بد لتحقيق هذين الهدفين لا بد أيضا من تقوية العرض المحلي للمواد الأساسية الغدائية طبعا الصادرات وخيار أو تصدير وخيار استراتيجي بالنسبة لبلادنا لكن أيضا تحقيق الأمن الغدائي والأمن المائي هما أيضا هدفين تنمويين استراتيجيين بل إنسانيين ومصيريين نعم طيب واش آخر أستاذ جدب الاستثمارات وخلق فرص التشغيل من بين الأوراش التي ستنكب عليها الحكومة وهنا الحديث عن المتاق الجديد لاستثمار الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ الثلاثين في أفق عام 2035 ما هي أبرز الآليات والإجراءات الكفيلة ببلوغ هذا الهدف الاستراتيجي أول إجراء هو حسن تنزيل المتاق الجديد لاستثمار نفسه الذي يراد له أن يكون ميتاقا تحفيزيا وتنافسيا كذلك أيضا من الإجراءات تنمية المقاولة العمال أو الاستمرار في العمل على جلب الاستثمارات الخاصة خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا مواصلة الدينامية للتصنيع التي تعرفها لا بد كذلك من إعطاء دور أكبر للمراكز الجهوية للاستثمار ثم أيضا لا بد من إصلاح الإدارة وإزالة كل العراقيل أمام المبادرة الخاصة وأمام الاستثمار كرافعة للتنمية في بلادنا إذن هم عدد من الإجراءات الكفيلة بالعمل على تحقيق أو تنفيذ الأمثل للمتاع الجديد للاستثمار نعم دكتور زهرو تحديات كبرى توجه الحكومة في ضل سياق دولي يتسم بتوالي الأزمات وتصعد التوترات الجيوسياسية وهي تحديات توجهها كل دول العالم الآن كيف يمكن برأيكم للحكومة الحد من تدعية هذه الأزمات وتقلص آتارها المباشرة على الاقتصاد الوطني أولا المغرب هو بلد منفتح اختار منذ البداية اندماج في نظام العالمة وفي السوق العالمية عنده عدد من الشراكات مع عدد من الدول وأيضا مع عدد من التكتلات إذن الاقتصاد الوطني لشك أنه يخضع لتأثيرات خارجية يخضع لوتيرة النمو داخل عدد من الشركاء المغرب يخضع أيضا لحدة الصراعات الجيوسياسية التي يعرفها العالم اليوم إذن اليوم التحديات كبيرة نحن في إطار أزمة إن شئنا القول العالمية أزمة تلاتية الأبعاد أزمة صحية مناخية وأيضا جيوسياسية وللتصدي للتداعية هذه الأزمة أولا لا بد من أو المطلوب هو سياسة اقتصادية تكون ناجعة وفاعلة من شأنها أولا تخفيف من ارتفاع الأسعار تحسين القدرة الشرائية من المواطنات والمواطنين ثم أيضا خلق فرص الشغل أيضا المطلوب هو مواصلة الإصلاحات الهيكلية مواصلة المصار التنمو الذي تعرفه بلادنا طبعا في ظل مناخ من الشفافية ومن المنافسة الحرة والكاملة ثم أيضا بالجدية اللازمة أيضا بالاغتنام الفرص الجديدة والواعدة وأيضا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصة تقف الدات تقف الإمكانات المؤهلات التي تتوفر في بلادنا كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش الأخير نعم شكرا لكم على كل هذه الإضاءات الدكتور ردوان زهرو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي كنتم معنا مباشرة من الدار بيضاء رياديا وبعد ذهبية البطل العالمي سوفيان البقالي في مسافة 3000 متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في بيودابيست البطلة فاطمة زهراء كرددي تهدي اليوم المغرب ميدالية برونزية بعد احتلالها الصف الثالث في سباق الماراتون ليقفز بذلك المغرب إلى الصف الثالث عشر في الترتيب العام للميداليات نتابع تصريح البطلة المغربية فاطمة زهراء كرددي الحمد لله شعور أكثر من رائع لأنني كنتمت للمغرب وهذا فخر وشعر في لي الحمد لله لأنني قدرت أن نرفع الرأي المغربية الحمد لله اليوم كان هذه الفوز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كان هذه الحارس الملكي اللي كانت تامي له والحمد لله كان هذه الجامعة الملكية على رأس عبد السلام أحيزون لكي يساهم وكي يساهم على جميع الاحتياجات العدائين وكان هذه الجامعة المغاربة لطاقوا فاطن زهرة كرددي وكانوا يؤمنوا بأنها تقدر أنها تطلع المنصة التتويج كانت تضلغ لهم الشكر والحمد لله هذا شعر في أول عربية تسعد المنصة التتويج الحمد لله بالنسبة لنسبة ماراته الأول مش في المتناول دي الجامعة يعني مشينا كامل تقريبا على الأقل مشينا 60 عداء تقريبا في النسبة ماراته الأول مشى تغير الإقع في 30 كيلومتر ولكن أنا ما تبعت في 30 كيلومتر أنا قد أبقيت بمراقبة سيبق عن بعد والحمد لله قدرت أنني نكتسح لمرتبة الثالثة في الكيلومتر 42 يعني على مشارف خط لووصوا الحمد لله وهذا الفوز الحمد لله رغادي يزيدنا غير تشجيع باش أنا ننزيد إن شاء الله نخدم في المحافلة الدولية القادمة إن شاء الله بوثيرة متصاعدة تتواصل رحلات عودة مغاربة العالم إلى بلدان الإقامة مع انتهاء العطلات تشهد مختلف نقة العبور حركية مكتفة تواكبها مؤسسة محمد الخامس لتضامن وشركاؤها بإجراءات وتدابير متعددة بغية تيسير هذه العملية من مركز العبور باب سبتار روبرتاج في النشاكل العلوي وعبد العليق النوني مع اقتراب الدخول المدرسي تعرف عملية عودة مغاربة العالم إلى بلدان الإقامة المختلفة ذروتها مسجلة اكتضادا ملحوظا بمراكز العبور كما هو المشهد بمركز العبور باب سبتا الذي يسجل إقبالا كثيفا لمغاربة العالم للعودة إلى المهجر بعدما قضوا العطلة الصيفية وسط الأهل بأرض الوطن الحمد لله وعندما قد عودتنا معتبار والله الحمد قد عودتنا زرنا غربات ضربة دان بشنا الأسفي الصويران رجعنا للمراكز ومعض رجعنا تطوان من ديننا وقودنا الشواطة يكابل تقريبا تطوان نجد وزنا بابين كازا ومارتل الحمد لله داز مزيان الحمد لله كل شي مزيان داريته مولفو ما بغوش ما كرهوش صراحة يمشي مع العائلة ومع الحمد لله ذروة مرحلة العودة من عملية مرحب 2023 خلال هذه الفترة يسجل معها ارتفاع ملحوظ في ساعات الانتظار ويواكبها مختلف المتدخلين بهذه العملية تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتوفير الظروف الملائمة لتأسير عودة مغربة العالم إلى وجهات إقامتهم بالمهجر بعد استمتاعهم بأجواء الصيف بالمغرب بفعل ساعات الانتظار التي تفرضها فترة دروة مرحلة عودة مغربات العالم لبلدان إقامتهم ولأجل ضمان سلسة عملية العبور عبر مركز بابس تاخلل هذه الفترة تم تخصيص مرآب للسيارات بسعة 300 سيارة لتفادي الاكتضاد بمركز العبور وتمكين الأسر من فضاء تتوفر به الاحتياجات الضرورية أثناء انتظار دورهم للعبور صوب المهجر على صعيد الدولي أعلنت روسيا اليوم أن مقاتلاتها أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من العاصمة موسكو في وقت تحدثت فيه أوكرانيا عن استعدادات روسيا لاستئناف عملياتها العسكرية على شرق البلاد خالد الأحمد الطائرات المسيرة الأوكرانية توصل استهداف روسيا طائرتان مسيرتان اخترقت اليوم المجال الجوي الروسي قبل أن تسقطهما الدفاعات الجوية الروسية طائرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا والأخرى في منطقة إسترا بدواحي العاصمة موسكو هذه التطورات أوقفت حركة الطيران بثلاث مطارات لمدة ساعة لتستأنفى بعد ذلك حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي تؤكد مصادر إعلامية وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس عن إسقاط 42 طائرة مسيرة أوكرانية في جزيرة القرم السلطات الأوكرانية تعتبر نجاح وصول طائراتها المسيرة إلى ضواحي موسكو إنجازا كبيرا فأوكرانيا تشن منذ يونيو المنصر هجوما مضدا على روسيا في محاولة لإعادة بسط نفوذها على المناطق التي تخضع حاليا للسيطرة الروسية كييف تؤكد تحقيق تقدم على السحة جنوب البلاد ويواصل الرئيس الأوكراني اتصالاته مع قادة الغرب لتسريع تزويده بالطائرات المقاتلة F-16 للمساعدة على التصدي للقوات الروسية في المقابل ترى الخارجية الروسية أن خطة أوروبا لتزويد كييف بهذا النوع من الأسلحة يورط الغرب في الصراع الروسي الأوكراني والوضع في السودان من سيء إلى أسوأ بفعل المعارك المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي الوضع الغدائي بالبلاد حرج للغاية ويتدهور بشدة حسب منظمة الأغذية وزرعة الفاو المنظمة نبهت إلى أن حوالي عشرين مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غدائية لتحسين سبور عيشهم وأكدت أن صراع الدائر حاليا في السودان أثر على سلاسل إمداد المواد الغدائية بما فيها حركة التجارة الداخلية وعطل حركة الكثير من الأسواق إضافة إلى تدمير مصانع الأغذية المتمركزة في الخرطوم وحرائق الغابات مستمرة شمال اليونان لليوم الثامن على التوالي وفرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد النيران في ظل ظروف مناخية تطبعها حرارة مرتفعة فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 21 قتلا ويستعر الحريق الأكبر في منطقة إيفروس شمال البلاد حيث امتدت النيران على مساحة تزيد عن 15 كيلومترا وأكد المتحدث باسم الحكومة أن اليونان تعيش أصعب عام من حيث الظروف المناقية منذ بدء جمع بيانات الأرصاد الجوية ووصفت الحرائق بأنها الأكبر في الاتحاد الأوروبي هذا العام وتاني أكبر حرائق منذ العام 2000 وببلادنا يستمر التقص الحار بمعدم المناطق وخاصة بسهول الداخلية ومنطقة الريف وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية ويرسق تساقط قطرات مترية أو زخات رعدية محلية بمناطق الأطلسي الكبير حريق مهول اندلع صباح اليوم بمستودع تجميع الصناديق التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة سيديغانم بمراكش الحريق خلف قسائر مادية جسيمة واستنفر مختلفة المصالح وخاصة الوقاية المدنية التي تسارع الزمن لإخماد الحريق والحد من انتشاره في ظل ارتفاع درجات الحرارة أمين علام والمعتصم بالله البؤس الحريق اندلع بمستودع تجميع الصناديق هنا بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش لتتسع رقعة النيران متسببة في هلع وسط الباع ومرتدي السوق أسباب الحريق تظل مجهولة لحد الآن وعناصر الوقاية المدنية التي هرعت لعين المكان تواصل مجهوداتها لإخماد ألسنة نيران لحسن الحظ لم يخلف الحادث ضحايا لكن الخزائر المادية تبدو جسيمة وأمام ارتفاع درجات الحرارة تبقى الحيطة والحذر واتخاذ التدابير للوقاية من الحرائق أمرا ضروريا في مثل هذه الأماكن تتواصل في مدينة العرائش فعاليات والمعرض الجهوي لصناعة تقليدية المنظمة تحت شعار المنتوج التقليدي جودة وإتقان وإبداع المعرض يروم إنعاش وتسويق منتوجات صناعة تقليدية وإبراز ما تزخر به الجهة الشمالية عامة وعدد من جهات المملكة من موروط تقافي وحضاري روبرتاج حنان أرسلان ومحمد سونينة معرض الصناعة التقليدية بالعرائش فضاء للتعريف بما تزخر به الصناعة المحلية والوطنية من إبداعات مشغولات لقيت إقبالا من لدن الزوار المغاربة والأجانب خلال رحلتنا إلى المغرب تعرفنا على صناعته التقليدية أشياء رائعة وجميلة صدفناها بالمعرض هذه الزيت خاصة بالبشرة مصنوعة من العسل منتوج أصلي مغربي 80 صانع وصانع يساهمون في فعالية المعرض فرصة لهم لترويج مشغولتهم اليدوية جنال بشركنا هنا في مدينة العرائش وهي غنية عن التعريف الحمد لله الناس دولها من الغرفة ومن السلطة المحلية استقبلونا استقبال حار ووفروا لنا جميع المسائل لكي نرتاح ونحن كصناعتقليديين الحمد لله هذه المدينة تمتاز بواحد السياحة جميلة وكي يجوها بزاف الزوار لهذه المدينة وهذا كي نتجعوه ونجعوه لهذه المعرض من خلال المنتوجات دينا ونعرفوه بمنتوجات دي المدينة تسفروا الحمد لله التعاونية لتخدم على جميع المنتوجات المحلية دي العزف كي نسيكان دي القفات كي نساسية جميع الأنواع كي نديكورات كي نقبال الناس كان يعجبوه ما تشيادة دي الصناعة التقرية دي المغرب ونستياخدون الحمد لله أمورها جيدة تطوير المنتوج التقليدي الوطني مكن من مواكبة حاجية الاستهلاك والتزيين وساهم في الحفاظ على حرف يدوية تمثل إرثا حقيقيا من ثقافتنا ولتسليط الدوء أكثر على هذه التظاهرة ينضم إلينا مباشرة من مدينة العرائش السيد أحمد بكور رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة تنجا تطوان الحسيمة إذن سيدي ونبدأ معك بما يميز نسخة هذه السنة من المعرض الجهوي لصناعات تقليدية بالعرائش والجديد في هذه المحطة شكرا الأخط لطفة على الاستضافة المعرض دي العرائش هو جف إطار واحدة السلسلة ديال معارض التي تنجاها الغرفة الصناعة تقليدية تطوان الحسيمة منها المعرض الحسيمة الذي حقق واحد النجاح كبير عد المعرض ديال العرائش وكذلك المعرض الفنيدق هذا المعرض الذي تضم ما يقارب ثمين صانعة وصانعة هذا المعرض الذي تضم تقريبا 31% من المرأة الصانعة وجلها تقريبا من العالم القراوي وكذلك تضم واحد العداد ديال الصناعة التقليديين بجميع أنحاء المملكة وهذا المعرض الهدف الأساسي والمنشود منه هو تسويق من الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والمحلي لأن هذا المعرض أو هذا المعرض هي عرفة واحد الزيارة ديالجالية المغربية وكان واحد ترويج كبير والهدف كذلك هو تعرف وتكوين وتكوين ما بين هذه الصناعة لأننا نحتى الصناعة لتكوين التدرج المهني اللي هما الآن كانوا تكونوا عن طريق مغربة الصناعة كدية والله الحمد لهم صبحوا عارضين نعم من طبيعة من طبيعة الحال هذا الهدف هذا الهدف ديالتسويق ديالمنتوج للصناعة التقليدية هو مجاج عن فرغ جاج جاء تمار ديال المجهودات ديال السلطات المحلية وكذلك المجالس المنتخبة اللي هما دعموا هذه الصناعة التقليديين وكذلك الأعضاء للغفات الصناعة التقليدية والأطور الموظفين اللي هما صاهرين ليلة نهار على هذه الصناعة التقليديين وأن المؤسسة وهذه الجهات المشاركة معنا هي تكلفتهم بالإيواء والإطعام ديالهم وكذلك حتى بالدعاية ديالتسويق ديالمنتوج ديالهم نعم شكرا لكم على هذه المساهمة معنا سيد أحمد بكور رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة تنجة تتوان الحسيمة كنتم معنا مباشرة من مدينة العرائش رياديا وفي رفع ستار انطلاقة الجولة الأولى من البطولة الوثنية الاحترافية في كرة القدم تغلب فريق المغرب الفاسي على ضيفه المغرب التتواني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية المركب الرياضي بمدينة فاس عبدالحق شراط أو عبدالحق بيهات عفوا وأنور الغماني انتلقى إذن الموسم الكوريوي الجديد بتفاؤل وحماس كبير وذلك بإعلان الحكم جل الجيد عن صافرة البداية للقاء المغرب الفاسي والمغرب التتواني هنا بالمركب الرياضي بفاس بحضور جمهور حماسي ولا بأس به من كل الطرفين وانتظر جميع نفس الساعة لنستجل أول هدف في البطولة ولفريق المغرب فاسي والمقع اللاعب محسين بوريكا بطريقة رائعة فريق المغرب التتواني لم ينتظر طويلا وسيرضو بالمثل بسرعة بعد مرور ستدقائق عن هدف سبق ليوقع اللاعب محسين أبا هدف تعدل لفريق المغرب التتواني بعد زاوية وقدف قوي لشيبك إن مفدق السادسة من الوقت بدل ضائع فريق المغرب فاسي يستجل هدف فوز بطة اللاعب محمد البداوي بعد تمرير عرضية من اللاعب زكريا نسيك وخطأ في التغطية الدفاعية فريق المغرب فاسي حقا إذن فوزا تمينا أما فريق المغرب التتواني الذي قدم عرضا جيدا تنبغي نشكر جماعير اللحجات انطلاقة جيدة ما خصنا سنوقفو حد هنا الحمد لله انطلاقة الأولية خصنا مقابلة أخرين لنحاولوا نحقو فيهم نتائج إيجابية لحقاش فارق كامغريف فاسي فارق حرق السهل نتائج جيدة كيفما قلت قدمنا مقابلة كبيرة كيفما كعرف الجامع أنه وباقي اللاعبين متأهلوش لنا في آخر المقابلة خدمنا اللاعبين ما كانت تغير باش من قد موت غير اللي غير يعاونها الحمد لله نتمنى لله ان شاء الله نحقو نتائج إيجابية في مباراية المجدين ان شاء الله إذن في افتتاح منافسات البطولة الوطنية احترافية لكرة القدم فوز صعب وتمين مع انطلاقة لفريق المغرب فاسي أمام فريق المغرب التتواني في رقاء مشوق بالأهداف الثلاثة وممتع بالعروض الجيدة لفريقين في انتظار المزيد من العطاء التألق في بطولها تعيد بشيء كثير تختتم اليوم فعاليات المخيم الصيفي الرابع عشر دورة المسيرة الخضراء الذي تنظمه تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وكالة بيت مال القدس الشريف بشراكة مع وزارة الشباب وتقافة والتواصل وقد أقيم برباط حفل لفائدة الأطفال المقدسيين الخمسين الذين استفادوا من هذا المخيم الأجواء في الروبورتاج ياسر العمراني وعدنا الهرس خمسون طفلا وطفلة من القدس شاركوا في الدورة الرابعة عشر للمخيم الصيفي المسير الخضراء حفل لتتويج رحلتهم ومقامهم بالمغرب ذكريات طيبة سيحتفظ بها الأطفال المشاركون إحنا أجينا على المغرب خلال تجربتنا بالمغرب كانت تجربة كثير حلوة تعلمنا كثير أشياء وزرنا كثير أماكن حلوة شفنا حب المغرب اللي كثير كبير إلنا وطبعا هذا الإشي كان كثير حلو بالنسبة إلنا شفنا دعمهم الكبير لقضيتنا الفلسطينية صراحة إحنا جينا على المغرب تعرفنا على مناطق فيها جميلة زورنا مناطق حلوة زي طنجة شفشاون غير من المناطق شفنا تعرفنا على جمال المغرب جمال شعبها تعرفنا على حبهم لفلسطين برنامج غني عرفته هذه الدورة شمل على مساحة من اللاعب والترفيه والاستجمام مع رحلات سياحية وطربوية أحب أن أشكر وأمتن إلى جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة اللي بيهديها لأطفالنا في كل عام هذه المنحة فعليا تهدي إلى أطفال مدينة القدس المزيد من الأمل المزيد من الرؤى المزيد من التطلعات حول رؤيتهم لثقافة جديدة وحول رؤيتهم لتقدم نوعي في دولة عربية سمح مخيمو المسيرة الخضراء لأطفال القدس بالتعرف على تاريخ المملكة المغربية وأصالتها وعمقها التاريخي هذه احتفاليات تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع وكالة بيت مال القدس شريف لفائدة أطفال المخيمات المنظمة في إطار البرنامج الوطني للتخييم احتفاءا من الأطفال المغاربة بأقرارهم الفلسطينيين من القدس مشاركين في مخيم المسيرة الخضراء وهو في الحقيقة تجمع إنساني اجتماعي هادف ويندرج برنامج التخييم الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الأنشطة الاجتماعية والتربوية لنادي أطفال من أجل القدس التابع للوكالة وبهذا تنتهي هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين اليوم تحل ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلة مريم انخراط موصول لسمو الأميرة الجليلة في دعم المبادرات الاجتماعية وإسهامات رائدة في الدفاع عن قضايا المرأة وقضايا الطفولة في الدخول السياسي الجديد رهانات عديدة مطروحة على طاولة العمل الحكومي أبرزها مواجهة تأثيرات الضرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحة الهيكلية مع تأزيز استدامة المالية العمومية إنجاز الرياضي مغربي آخر في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست البتل المغربية فاتم الزهراء الكردادي تفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة الماراتون للسيدات لتهدي المغرب تانية ميدالية في هذه البطولة بعد ذهبية البتل العالمي سوفيان البقالي شكرا لكم على حسين المتابعة وإلى الغد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر